وبعد سلسلة طويلة كانت مليانة بالإصارة والتشويق والغموض وتعب الأعصاب وصلنا النهاردة للحلقة الأخيرة في مسلسل محمد علي بن رمضان يلا بينا وقبل ما نبدأ حلقتنا وزي كل مرة متعودين دايما نبدأ ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب فك الكرب لإخواتنا ما تنسوش الدعوة ليهم وما تنسوش دعم أخوكم للقناة ولايك وشير وإن شاء الله مستمر دايما معاكم بدأت الحكاية مع نهاية الموسم اللي فات وبدأت الأخبار تتوالع عن اجتماعات المرسيل كولر مع الجهاز لجنة التخطيط السابقة بوجود محسن صالح مع السكاوتينج تيم بوجود هاني رمزي وفي وجود المترجم السابق أيضا دكتور خالد الجوادي مع طبعا وجود الكابتن محمود الخطي وبدأ مرسيل كولر في أحد الاجتماعات يطلع خبر كده ويقول أن مرسيل كولر سأل إدارة التخطيط وسأل كابتن محمود الخطيب هو أنتوا عايزين أن النادي الأهلي يروح ويطلع من الضور الأول في كاس العالم للأندية ونرجع وخلاص ولا مستنيين أن النادي الأهلي يظهر بمظهر قوي في البطولة ويكون فعلا نادي القرن الأفريقي اللي كلما كانتوا في كاس العالم للأندية وكان الرد واضح لا إحنا رايحين وعايزين نظهر بمظهر قوي ونعمل حاجة تدل على أننا النادي الأهلي القوي اللي هيؤدي أداء هيبهر الجميع وقتها مرسيل كولر قال لهم تمام جدا أنا أكي مع الرأي ده ودي صفقاتي اللي أنا محتاجها محتاج جناح أجنبي قوي ومش محتاج برستاو خلاص عبدالقادر يمشي ما عنديش مشكلة ده ينجي لو هيمشي أنا محتاج أقوى منه ومحتاج واحد يكون ليه صفات هجومية محتاج مهاجم قوي مع وسام أبو علي ويكون مهاجم أفريقي قوي أو مهاجم من الدولي الأوروبي محتاج مدافع يكون بديل لعبد المنعم لما رحل خلاص عبد المنعم ويكون مدافع أيضا دولي وهرفض أي مدافع محلي ومحتاج باك شمال محترف ودولي وهرفض برضو أي باك شمال محلي وبدأ النادي الأهلي يتحرك في أكتر من خط عشان يعوض المراكز دي ويعلي الكواليتي بتاعة الفريد وكان مرسيل كولر مع الوكيل أعماله أو الوكيل الخاص به بيتفاوض مع بعض اللعيبة في الدور السويسري ومنهم الاسم اللي انتوا أكيد فاكرينه جوناثان أوكيتا الجناح الدبابة اللي موجود في الدور السويسري مع نادي زيوريخ وأيضا المهاجم القوي جدا كيفين كارلوس اللي الراجل كان وقتها عنده عشم كبير جدا إن كل الأسماء دي هيتم توفرها ليه وطلباته هيتم تلبيتها من قبل النادي الأهلي على أساس إن ده الوعد اللي خده من الإدارة لتقوية وتحسين كوالة الفريق عشان تقدر يكون ليك شكل قوي مع البطولات المستحدثة وضغط المباريات الكبير جدا اللي انت محتاج فيه سكواد يكون عالي جدا سواء دكت بودلاء أو أساسيين في موسم تقيل مع النادي الأهلي بدأت الصفقات في أول صفقة بعد طلبه لمدافع قوي ييجي يوسف أيمن اللي هو كان معترض عليه ولكن اتقال له خلاص يوسف أيمن موجود إعارة معنية الشراء وبرضه هنجيب لك المدافع الدولي ووصل أشرف داري يحي عطيها طلّة حصل فيه كلام كتير جدا وفي النهاية يحي عطيها طلّة في النادي الأهلي والصفقة خلاص مكان علي معلول بدأنا بقى في حتة الجناحات والخط الهجومي وخط الوسط وهنا كانت بداية قصة محمد علي بن رمضان محمد علي بن رمضان في النادي المجري كان بدأ المدير الفني اللي موجود مع الفريق ما بيشاركوش بشكل أساسي ما بيلعبش كان اتصاب أكتر من إصابة وكان النادي عنده استعداد إنه هو يتخلى عن اللاعب مقابل إنه هو عندهم مهاجم عايزين يجبوه زي ماتيوس البرازيل اللي خلاص تعاقدوا معاه ولعيبة أيضا من الدور المجري ولعيبة محترفة عايزين يضموها وكانت الفكرة إنه هم مستعدين وعندهم استعداد بعد تواصل النادي الأهل إنه هم يتخلوا عن محمد علي بن رمضان بدأت الأخبار في الحلقة التانية وفي الربع الأول من المسلسل تاخد طبع السخونة شوية مع أخبار من تونس ومن ولد اللاعب وأخوه والكلام اللي تقال كتير إنه ولد اللاعب يضغط عليه عشان ما يجيش النادي الأهلي وإنه أخوه ده قبه في مشجيع في أولتراس الترجي التونسي ورافض إن أخو ييجي وبعد كده بدأت الأخبار تطلع إن محمد علي بن رمضان نفسه رافض إنه هو ييجي النادي الأهلي وبدأ الكلام يتقال في بعض القنوات والإعلام المصري إن والد محمد علي بن رمضان رافض إن محمد علي بن رمضان ييجي النادي الأهلي وكذلك اللاعب نفسه رافض لحد ما بعد الفيديوهات ظهرت أو التسجيلات ظهرت لبرنامج إزاعي في تونس إنه هم بيحاولوا يتواصلوا مع والد اللاعب اللي رافض أساسا يظهر معهم وقالوا تصريحات بالخطأ كذبها والد اللاعب بعد كده ليثبت تماما إن محمد علي بن رمضان نيته وهدفه وإمنيته الانضمام للنادي الأهلي لحد كده الجمهور بدأ يتطمن وبدأت شائعات تونس والكلام عن والد اللاعب وأخوه وأبوه وابنه بدأت خلاص الناس تنساها وتركز بقى في التفاول وفي الصفقة بدأ الكلام الأول يتقال إن النادي المجري طالب لأ 3 مليون دولار الأهلي بيتكلم في 2 مليون و700 ألف دولار أو يورو مش فرقة بدأنا بعدين هنتكلم في إن إحنا لأ عايزين نعرض المبلغ على إسطين أو 3 والنادي المجري عايز كاش بدأنا بعدين هنخش في قصة لأ أصلحنا الفلوس قليلة شوية فهندفع إسطين فيطلع خبر يقول إن محمد علي بن رمضان في النادي الأهلي والصفقة خلصة ويطلع كابتن أحمد شبير ويطلع كابتن ويطلع الإعلامي فصل زدان وناس كتير تلمح إن محمد علي بن رمضان في الأهلي وتاني يوم على طول الصبح نتفاجئ إن الخبر مصصحيح وإن كل اللي تقال ما حصلش تبدأ الجماهير تخش في حالة من الزعل الكبير جدا ليه محمد علي بن رمضان مجاش فنبدأ نسمع أخبار تاني جديدة إن في مكالمة زوم اجتماع ميتنج على الزوم ما بين النادي الأهلي وما بين النادي المجري بخصوص التفاوض على المبلغ اللي ممكن يوصل لتنين مليون وخمسمائة ألف يورو وبدأ الكلام يتقال إن فيه تجاوب وفيه حلول قريبة إن خلاص اللاعب هيخلص وقريبا في النادي الأهلي وبدأ الكلام يطلع كان وقتها يوم تلات أو اتنين في وسط الأسبوع إن بالكتير يوم الخميس الأهلي ممكن يعلم عن الصفقة ويعدي الأربع ويعدي الخميس ما فيش محمد علي بن رمضان لحد ما نبدأ نخش في القصة الكبيرة بقى اللي زعلت ناس كتير جدا وهي إن مجلس إدارة النادي الأهلي اللي صرف على الكرة النسائية وصرف على كور الصلاة وصرف على علعاب كتير جدا بتخسر في النادي دولارات وعملة أجنبية ومش عارف يعلي كوالك فريق كرة القدم بلاعب مهم وكنا محتاجين معاه كمان جناح مكان بيرستاو العقدة اللي في الأسماء أو أسماء الأجانب في النادي الأهلي اللي منعتنا أو الله أعلم يمكن حتى لو بيرستاو ما كانش موجود كنا ممكن ما نعرفش نجيب كمان جناح أجنبي قوي ولكن خلينا في محمد علي بن رمضان بدأت القصة تبدأ أو بدأت القصة تخش في منطق لا الأهل ما معهوش فلوس الأهل عنده التزامات الأهل هيخش في قصص وبدأت التسريبات تطلع كده لأمير هشام والبعض الإعلاميين إن لا يا جماعة النادي الأهلي عنده ناس كتير ومش هينفع عن بقى زي الزمالك وبدأت القصة دي تاخد شكل كده ما بين الجماهير بس أحلى حاجة أن جمهور الأهل جمهور عظيم لأن الفاكرة دي مجرد طرحها لقت غضب كبير جدا عند جمهور النادي الأهلي بس اللي زعلني في الموضوع أن فيه ناس أهانة كابتن محمود الخطيب مهما كان اختلافك ما ينفعش تغلط وتهين الأسطورة كابتن محمود الخطيب وأي عضو من النادي الأهلي عبر واغضب بس اغضب فنيا اغضب وانت بتنتقد بأدب وباحترام وجمهور الأهلي عشان جمهور واعي وفاهم بدأ يضغط كتير جدا في الموضوع بدأت الأخبار تطلع تاني وده الكلام ده في آخر يومين ثلاثة إن خلاص يا جماعة محمد علي بن رمضان في معسكر تونس وبمجرد إن هو يوصل معسكر تونس كده خلاص ما فيه صفقة والقيدة أفل عند النادي المجري وهو مش مستعد يفرط في لعب بعد ما القيدة أفل عنده وبدأ المعسكر بتاعه لأنه لو فقط بالرمضان مش هينفع يضم بديل مكانه وكده خلاص الصفقة انتهت وماتت وبدأ الخبر ده يطلع وأمير هشام يكتب على تويتر ويقول صفقات النادي الأهلي انتهت رسميا بنسبة 98% انتهت رسميا ما ينفعش معاها 98% ولا ينفع معاها 99% وتسعة من عشرة في المية انتهت رسميا يعني 100% فكر في إليه هشام أو أمير هشام قال 98% مع إنه قال رسميا ما فيش توفق ما بين الكلمتين خلينا نكمل المسلسل جينا بقى للحلقة الأخيرة النهاردة الحلقة الأخيرة في محمد علي بن رمضان والحقيقة اللي الكل بيدور عليها محمد علي بن رمضان في النادي الأهلي محمد علي بن رمضان موقع للنادي الأهلي محمد علي بن رمضان هيتم الإعلان عن الصفقة بمشيئة الله بمبرد انتهاء معسكر المنتخب التونسي واستعداده للتصفيات اللي بيشارك فيها زي كده المعسكر اللي خاص بالمنتخب المصري والأجندة الدولية عموما دلوقتي بعد نهايتها هيتم الإعلان عن الصفقة هتقول ليه طب ليه ليه الأهلي بيعمل كل ده اللعب بعد كمية الأخبار والتهديدات اللي شافها هو والد وأخوه من جمهور الترجي في تونس اللعب كان لازم الكلام ده يحصل كان لازم النادي الأهلي يلجأ للطريقة دي لأن النادي الأهلي في علاقة قوية جدا ما بين كابتن محمود الخطيب وما بين رئيس نادي الترجي التونسي وده اللي بتم الاتفاق عليه إن يا جماعة أهده شوية نهدى وخلاص الصفقة مع النادي الأهلي محمد علي بن رمضان في النادي الأهلي ونهدى شوية وما نعلنش عن أي حاجة إلا بعد نهاية المعسكر لربما يتعرض اللعب لبعض المضايقات في تونس وتحصل له مشكلة بسبب الصفقة على الأقل في بدايتها الموضوع بيبقى لسه واخد طبع فيه غضب زيادة عن اللزوم ما بين الجماعين محمد علي بن رمضان الأهلي بيعمل كل ده عشان يأمن اللعب خصوصا بعد كمل حاجات الكتيرة جدا اللي احنا شفناها طول فترة الصيف في الكلام عن محمد علي بن رمضان من جمهور تونس طيب هقول لك حاجة أخيرة بخصوص مارسيل كولر وازاي انت تقدر تفهم وتعرف إن الصفقة خلصت رسمية مارسيل كولر النهاردة كان داخل التيتش بيهزر وبيضحك ومبسوط وبيسلم على اللعيبة وبيهزر مع ده وبيكلم ده مارسيل كولر اللي كان غضبان جدا قبل ما يمشي بسبب الصفقات ما تجيش تقنعني إن الراجل هيخش بصوت إلا إذا كانت كل صفقاته اللي هو طالبها متحققة زي ما هو طلبها بالزبط أشرف داري مدافع دولي يحيى عطية الله بديل دولي لعلي معلول محمد علي بن رمضان بديل دولي كفر يديك نقطة هجومية قوية جدا زي ما هو طلب لو هتمشه ديانك تجيبولي واحد أفضل منه في الناحية الهجومية مبروك علينا محمد علي بن رمضان بكرة أفكرك ما تنساش إن الأهل ناو 74 هي أول قناة قالت لك إن دي الحلقة الأخيرة في صفحة محمد علي بن رمضان ما تنساش الدعم لينا واللايك والشير وإن شاء الله أشوفكم دايما على خير شكرا لكم سلام عليكم